السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيضي زاد قناة اليوم قد نتكلموا الفرق ما بين عصام الشوالي وحافظ راجي عصام الشوالي الذي يعشق شعب تونس كما يدعي تونس الحبيبة ويحشق بلاده حتى نخاع حży عصام الشوالي عير بلاده الشوالي عير بلاده يبكي على بلاده نحاول لعبة الجزائر تونس سيبورتي في تونس ما كاشف وهذه هي هذه الوطنية راني معاك راني معاك راني معاك بتجي بلادي بلادي اسبق راني معاك بتجي بلادي بلادي اسبق هذه هي بلادي سبق نشوفك في جهة وقت أخرى غالي نوبف معك بس حكي جي بلادي بلادي سبق الفرق ما بين رافق سموه شوالي وحافظ رادي باش يكون على بالكم وان قالهم لبلادي وانهانت وانهانت علي عزيزة وانهانت وانهاني قالهم انا اكره الخائن وعن كلامي لا 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 رجوع يا من تكره بلادك مفروض ان تبكي عليها بالدموع توقفش الناس رجولة عنوان مشي كما توقفش وانهان ما نشوف البالح حافظ رادي خسر بزيف ناس خسر بزيف ناس الناس ما كنت نشوف خسرت بزيف ناس كو سكت اسكت اسكت قاله خيرك ما اقولك خيرك وشرك في قلبك اسكت وانسعيك اسكت اسكت كالي مسكين كالي الله غال بصع ساكت بصع البلاد تبقى بلاد انت عندك مع اشخاص ما تحوش على بلادك تتهرس انت عندك مع ناس تحوش على بلادك تهرس ما تعاين شعبك تعاين الشعب الشعب هو اللي يطلعك الشعب هو يطلعك هو يهودك كما في دقيقة كما تمغي كما الدور يدوروا لك شعب كما الدور يدور معك يعطيك الشعب هو يطلعك ويهودك ما جاج قضية انت تغلط الناس تسمح لك ولا انت غين تغلط والناس سامحات لك لا واحد شوية يكون عاقل يكون عاقلة صح بها خاتش على هذي بلادك هذي بلادك قżenia فيهاها الاهل التاعك ساحا نقول انتша ما ركش تخمم انتkea ما ركش تخمم بصع هذي بلادك ما ركش تخمم بصع هذي بلادك هذا وطنك هذي محمد أنا هذي تبالي أنا هذي وطنك في همك وفيه بابك وفيه أخوك وفيه ابن أمك وفيه نكرون الناس ما تنكرش الجميل ما تنكرش الجميل انت لقي التراب احنا عليك من تراب المسقي ونقولولك ونعودوها لك هذا التراب اشتكروا هذا التراب راح مسقي بدون دماء الشهداء التراب تربى فيها العقيدة والدين وحب الوطن هذا التراب فيها وان التراب تربيت فيه وفيه العقيدة والدين وحب الوطن فيمتع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كيتخل المكة ربدة تراب ربدة تراب تحو سلم عليها وطنك الجرانة انحرقت الغابة غابة انحرقت الجرانة منها محروقة من تحت سبانتاشيا قالوا لا مخرجتيش هاري كرشك قلت لهم قلت لهم حرقة حرقة بطني ولا حرقة وطني قلت لهم حرقة بطني ولا حرقة وطني اذا ما صدت اليوم تاكل غدوها تاكل اليوم حرقت بلادك غدوة ما عندك شا دير شا دير تاكل ثم تتعدوا في الاعداء راكم تتعدوا في الاعداء راكم تعطوا في اليد العون للأعداء باش يحطموا الجزائر خلي الناس تعيش اخويا خلينا في عمري خمسة وربعين عمراني عايش عاراني عايش عاراني عايشين وصي عاراني عايشين أولادنا عم يأكلوا ربي مقسم الارزاقة ربي مقسم الارزاقة وربي مقسم الخدمة وربي منا وربي مقسم السكان يا ربي خلي الناس انت شا دخلك انت راك تدي سبعمائة مليون في الشهر أولادك قاعد قري فيهم ومنا واحنا شا نقوله شكو لي حقو يكره بلاده شكو لي حقو يكره بلاده أنا عندي خمسة وربعين عام لا خدمة لا صدمة كون نمرض نهار اللي نمرض ما ناكوش نهار اللي نمرض ما ناكوش من دخص درا لا لا صيرونس عندي ربع ذراري لا لا صيرونس لا خدمة وين أنا شا نقول شكو لي حقو يهدر تاولا نب بس عرنا عايشين فيها ما بتاققش بلادك هاو انت يا لافونير مكاش وزيد تهرس بلادك تهرس لافونير تاولادك احنا نصابرين نقوله اولادنا مطالعين مورانا ما عليش احنا ننغبنو غياتك اولادنا يسيبوا الطريق قدامنا احنا ميزدنا سننا طريق مصنوعة بس عما خممنا شكو يصنحها صنعوها اللي قبلنا طاريق طاريق اللي نمشو عليها سنناها مخدومة بس عشكو اللي كان قدامنا لما نخدمها خدمها لنا احنا احنا لازم نحافظ عليها فتعو اولادنا يجو مورانا ها احنا ها انت عندك لاصيروس عندك خدمة تاعك عندك منح عندك جنسية جزائرية عندك جنسية قطرية عندك تدي لاتريتا تاعك هنا في تليفيزيون جزائري تدي لاتريتا تاعك في قاطر ما خصك ويله احمد ربي يا صاحبي ها دعي ربي صلا اليوم يتكمل ها دعي ربي يقوله الحمد لله النعمة تاعك اسكر ربي للنعمة أشكر ربي أنت رك فيه نعمة ما ركش عارف لا رك فيه نعمة كان عندك ما حبت الناس لا بس على روحك ولادك قارين كلش أحمد ربي ها أحمد ربي والشكر ها الله ها بزيف على بالكم غبنتوا الجزائر غبنتوها غبنتوها بهضرتكم أنا أقولها لك غبنتوها وهو نقولها لك هذا فعل لدرته فعل موشين سلوك غير لائقة ولا يفعلها المسلم العربي وأمر محزن أن تعض اليد التي أطعمتك طيلة سنوات الشعب هذا بلده هم رفعوا نسبة المشاهدات لبرنامجك إلى أعلى وليس محلي فقط وهذا البلد من ماله كنت كان ينفق على القناة التي بدورها كانت تعطيك أجرتك إنها الجزائر نقول لك يا خائن نقول لك يا خائن البلاد لأن الخائن فقط من يتكلم على بلاده بالسوء وينقص من قيمتها وقيمة شعبها الشريف لماذا تصطاد في المياه العكرة ولا تنسى إنه كان في كورة القدم أصبح هناك خاصة خال تقنية البار في الفيسبوك ومواقع التواصل وما أكثرها أصبحت هي كذلك فيها موقع البار بالنسبة لنا وما أكثرها الفيديوهات بيين عدواتيك للجزائر نقول لك أنا ضروق ضروق لازم لازم تشوف كيفاش نقول لك ضروق ودعمي هارا شوف غير شوالي شوف ذوك المساروة المساروة الوطنيين سمحوا في أموال سمحوا في مناصب سمحوا في كلش وراحوا لبلادهم راحوا لبلادهم عكساهم السحافي الدراجي ناس سمحوا في أموال سمحوا في الشهرة في قاطر والمتعة 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 وراحوا لبوا نداء الوطن تشوف انت كو جيت نورما بتشكري كنا قد يحوي السعلي انت نورما بو كانت عندك فرصة انت كانت عندك حكة مع ناس كو جيت كو جيت في مارس لي فات وانت اللي دخلوا هذو دخلوهم كو جيت والله العظيم للشعب كان قادي يربدك فوق راسه بس انت كما يقول لك ربي أدرى ربي داري وربي يعرف القلوب ويعرف تحية الجزائر احنا يا معلنا نقولوا كلمة واحدة تحية الجزائر والمجد والخلود اللي شهدائنا الأبرار ولي بغي يهرس البلاد انهرسوه قدام ليهرس بلادنا متالي قا تحية الجزائر زادشي التعلافاف زادشي التعلافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تعنبينو له الحقائق الحقائق اللي يعني اللي بلسير اللي بلين اللي دارهم هنا بيدير زادشي يدي ألف اكتار ويدي ألف اكتار في الله في الله في الله في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشا الرشا والمزبوش الرشايقة هذي يعني رهى لولا وطنيا فيه وخيرا جرشد ها هم� 나쁘ة ويدي ألف اكتار الساعتشي ها هم lineup يشو الدول ويدي ألف اكتار الساعتشي ها هم 진ع ويدي ألف اكتار ويدي ألف اكتار